أعلنت قيادة عمليات بغداد فتح جميع الطرق المغلقة في العاصمة عدى جسري السنك والجمهورية فيما أشارت إلى أنها ستنتهي اليوم الأحد من خطة الإنذار جيم للقطاعات الأمنية وأكدت العمليات في بيان انتهاء العمل بتنفيذ خطة الطوارئ وأن الوحدات الهندسية بدأت بفتح جميع الطرق عدى جسري السنك والجمهورية لافتة إلى أن جسري الجمهورية تعرض إلى أضرار بسبب حرق مندسين بعض الإطارات في أماكن مفصلية منه وأشارت إلى أن الجهات المعنية هي من تقدر وقت الانتهاء من أعمال صيانته